اهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دنيانا ويشاركني فيها هذا الأسبوع وردة بن صميد من اليمن مونة عزة من مصر وسعيدة راشد من تونس وسنتناول في هذه الحلقة قضية الانتخابات التي جرت والتي يفترض أن تجري والتي علقت في بعض الدول العربية بالإضافة إلى تراجع الخدمات في العديد من الدول العربية وانعدامها في بعض الدول العربية أيضا لكننا نبدأ بالتعرف على المشاركات معنا ونبدأ معك سيدة سعيدة راشد أنت رئيسة جمعية رئيس جمعية تونسية لنساء ديمقراطية نعم وأنت تأتين من أي منطقة من نفس تونس؟ من بنزرت من بنزرت وما هي خصوصية بنزرت؟ هي مدينة جميلة فيها حرك اجتماعي متوسط بالنسبة للمناطق الأخرى حرك اجتماعي متوسط؟ بالنسبة للجهات التونسية الأخرى؟ بمعنى أنه ليس هناك فيها حراك نشاط سياسي لأ فيها نشاط سياسي ومجتمعي نعم ستمونة عزة أنت أيضا من مصر وناشطة ولديك نشاطات عدة إلى جانب كونك ناشطة حقوقية؟ أنا من مؤسسة مؤسسة المرأة الجديدة وأنا مهتمة بالعمل النسوي حتى من خلال كتاباتي الصحفية وبالتالي انضمامي للمؤسسة ومتصق مع اهتماماتي في مجال الكتابة وأيضا ليه النشاط سياسي حزبي بأي معنى؟ إن أنا منضمة للحزب العيش والحرية تحت التأسيس نعم بنأسس حزب جديد ويساعدني أني بأخذ التجربة دي وأنا من المؤسسين لهذا الحزب وسيكون لك موقع قيادة؟ أنا الآن بشغل عضوة اللجنة التحضرية وأنا كمان مسؤولة لإعلم في الحزب نعم وردة أنت محامية من اليمن دركت المحامات للاهتمام بشؤون السجناء ولكن أنت معنا اليوم بحجاب جميل لونه أخضر ولكن من فترة أنت نزعت النقاب لماذا؟ نزعت النقاب لأكون أكثر قربا في عملي للفئات المستهدفة أكثر اقترابا بالنسبة لك كان حاجزا أم أنه حاجز للتعبير عن مشاعرك؟ يعني أن الناس لا ترى ابتسامتك لا ترى هل هذا هو السبب؟ نعم هذا هو السبب الحجاب لقيمة إنسانية في محافظة عدن وفي المحافظات الجنوبية بالذات في حضرموت وأنت تأتينا من الجنوب والأصل من حضرموت الأصل من حضرموت وأسرتي جميعها تلبس الحجاب والبرقع فاحتكاكي بالعمل العمل المجتمعي وعملي كمحامية جعل مني أني أتعامل مع الآخر الآخر الذي من المهم أنه يطلع على ملامح وجهي ويشوفني حزينة سعيدة تعيسة من هذا القبيل تركت النقاط تركت البرقع هل كان هذا مع لي لو أخذنا قليل من الوقت هل كان هذا مشكل مع العائلة مع المحيط؟ لا حضرموت قلت لي أن كل السيدات فيها منقبات نعم هل كان عمل جريء؟ يعني تملكت القوة للقيام به؟ أكيد هو عمل جريء وبنفس الوقت أسرتي رضخوا لرغبتي لكن عندما أعود إلى حضرموت بالذات في الوادي أضطر أنني أرتدي منعا للإحراج نعم ومن حضرموت وعملي يمن نبدأ قليلا في آخر التطورات السياسية يعني اليمن يشهد تطورات كبيرة هناك اقتتال داخلي نعم هناك اقتتال داخلي وهناك توغل غير عادي للتحركات الحوثية والتحالفات الحوثية مع الآخر للسيطرة على القواعد الخاصة بالأمن والعسكر وإنشاء دولة بطريقتهم طبعا هي المسيرة القرآنية التي وصلت إلى أطراف الجنوب الآن وفي بدايتها إلى الانتقال إلى بقية أنحاء الجنوب الوضع السياسي في اليمن الآن يتكلم عن تشكيل حكومة جديدة ولكن تتحدثت عن تمدد الحوثيين لفرد رأي سياسي بدأت القضية بمطالبة بتغيير وزراء ثم مطالبة بتشكيل حكومة والاشترات بوزراء معينين نعم ولكن في أنت تأتينا من الجنوب أيضا الجنوب في الشارع يطالب بالانفصال نعم يطالب بالانفصال في اعتصامات في عدن في العاصمة عدن وفي اعتصامات في المقلة واعتصامات مفتوحة منذ 14 أكتوبر إلى يومنا هذا يطالبوا باستعادة دولتهم دولة اليمن الديمقراطية الشعبية وأيضا يطالبوا بالاستفتاء على هذه الدولة أنهم يريدوها وبقوة باستعادة دولتهم باستعادة دولتهم ولكن الجنوب انخرط في سياق الدولة اليمنية أكيد هل من تعليق حول تطورات اليمن كي لا يكون الحديث مع وردة لأن هناك اهتمام عربي أيضا بما يجري في اليمن في اهتمام عربي المشكلة أنه في اليمن المشاكل السياسية مثلا كنقاش تشكيل الحكومة يقع تحت الضغط السلاح والحوار هو حوار عنف وهناك اغتيالات سياسية نشير إلى اغتيال محمد عبد الملك المتوقف احنا اغتيالات سياسية احنا في تونس اغتيال شهدين الشهد لولش كريب العيد وحمد راهي وقتل نجب كان هدية يعني الاختيالات في اليمن تطال أيضا عشرات من الضباط والعسكريين في تونس أيضا نعم وفي مصر هناك استهدفة في مصر في استهدفة بسبب العمليات الإرهابية يعني وبالتالي في حالات للعنط في بعض التفجيرات بتحصل في مناطق فيها مدنيين أو عمليات إرهابية زي اللي بتحصل في سينا لكن اللي أنا عايزة أتكلم عنه الجزء الخاص بالحالة اليمنية لأنه هو النموذج الصارخ للمأزق اللي بتمر به العديد من الدول العربية وخاصة الدول اللي مرت بصورات أو بالانتفاضات أو بحراك شعبي واجتماعي لأن الأسف الشديد اللي صنع أو فجروا الصورات وفجروا هذا الحراك الاجتماعي لم يصلوا إلى مواقع صنع القرار داخل العديد من الدول العربية بدرجات مختلفة بنلاقي الوضع أفضل نسبيا في تونس أقل شوية في مصر في اليمن أكثر صعوبة لأنه وصل الأمر لمواجهات مسلح ما بين القوى السياسية نحن عندنا في مصر في أعمال عنف وإرهاب ما بين بعض الفصائل زي الإخوان أو فصائل بتنتمل الطيار الإسلامي والدولة بتحاول تتصدل ده من قبل الأجهزة الأمريكية لكن مجمل ما يحدث في المنطقة العربية هو أزمة أن من أرادوا التغيير ومن أرادوا الحرية والكرامة لم يصلوا لمواقع صنع القرار وبالتالي كل دولة تبتدي تتفجر فيها الأزمة بأشكال مختلفة وليس فقط لم يصلوا إلى مواقع صنع القرار ولكن انكفأوا الآن يعني وردة من الناس الذين نزلوا ليطالبوا بالتغيير وأنت الآن في حالة انكفاء وهو في حصار يعني في حالة من حالات الانحصار بتحصل لأن الأسف الشديد مزال إلى الآن يعني القائمين على صنع السياسات وصنع القرار في دولنا بيروا أن الحل الأساسي هو الحل الأمن وبيستبعدوا كل الأشكال الأخرى من الحلول عندنا في مصر نفس الأمر بيتصوروا أن القضاء على الإرهاب هو حل أمني بالأساس وبالتالي بل بالعكس ده بيوظف ويستخدم ولكن في اليمن هناك انحلال أمني ليس هناك دول المؤسسة العسكرية كي تضبط المضع ما هي الوضع بيتأزم بالزيادة يعني بتلاقي دول زي اليمن بمتعاصم الوضع فيها بيزيد هناك حتى اتهامات الجيش بالتواطق مع الأطراف دي عدم التدخل يعني الحين حتى الرؤية السياسية يتم فرض القوى القوى بالرأي السياسي خلال تكويننا فرض الرأي السياسي بالقوى بالقوى أيوة بالعنف مثلا الآن جماعة الحوتي لما تم تعيين عوض مبارك الدكتور عوض مبارك الحوتي كان العنصر الوحيد الرافض أن عوض بن مبارك يكون هو رئيس الوزراء فتم تعيين شخص آخر نحن اتحدث عن الحوتيين وتتأشرنا إلى الاغتيالات وقد طالتهم طالت الحوتيين أيضا الحوتيين من النواة الأساسية المطالبين في التغيير طالت الحوتي طالت الدكتور شرف الدين هذا في آخر يوم من الحوار الوطني والآن مؤخرا محمد المتوكل الدكتور محمد المتوكل يعني اليمن مشهد اتفاق على فدرالية ولكن مشهد من التفجر قد يؤدي إلى تقسيم فعله هل هذا هو انتباعك حول اليمن؟ أنا أعيد كلامها وقد قلت يمكن فيه تواطئ معنيها إذا شفنا احنا من بعيد نتبع الأخبار من بعيد شفنا أن الحوتيين دخلوا بسهولة واستولوا على مناطق حساسة في الدولة من دون أي مقاونة وكأنه فيه مساعدة يعني شرحت وردة هذا الموضوع عندما قلت أن المؤسسة العسكرية لأنها مستهدفة ربما في خوف من التدخل بوجه مواطن يمني آخر في وسط الغياب الغياب الحقيقي وحماية هؤلاء الأفراد هم مجرد أفراد قائمين على منشآت حكومية ومنشآت دولة وعسكرية ومنشآت عسكرية لا يمكن يقاوم ابن وطنه أو ابن بلده وبنفس الوقت الحوثيين هم أفراد في هذه المؤسسات فتم التسليم مباشرة من غير تقريبا العنف كان مش بشكل كبير وفي خطورة أخطر في مجتمعاتنا ويمكن هي ظهرة أكطر في اليمن أنه لما بتتحلل المؤسسات الدولة أو تبقى في حالة وهن أو ضعف أو بتتكلس وكذا ودي تزيد أعمال العنف سواء بتمرسها مؤسسات الدولة أو تبقى زي ما موجود الحال في اليمن للأسف الشديد ده بيدي الفرصة للتراص السلبي اللي موجود عندنا الثقافي والاجتماعي اللي بيغزي بقى النعرات والتأسيمات سواء ما بين مسيحيين ومسلمين أو نعرات قبلية زي اللي موجودة في اليمن أو ما بين على أساس النوع ما بين النساء والرجال يعني مجتمعاتنا العربية مليئة بهذه الثقافة اللي للأسف الشديد كل ما تتراجع فكرة الديمقراطية ودور الدولة ويبقى بيتزهر أعمال العنف وكذا كل ما ده بيساعد أنه ده يطلع على السطح وهنا الخطورة أني كمان فكرة الإنفصال بيش بتغذيه بس إنحلال الدولة ولا فكرة الأمن والعمل لكن كمان مستند لموروز ثقافي واكتماعي سلبي ومتجزر في مجتمعاتنا مونة كل هذه التطورات تؤثر على المشهد العام في المنطقة اليمن كان يفترض أن يسير في انتخابات ولكن الموضوع معلق سننتقل بالتالي من الآن إلى الفقرة التالية حول الانتخابات في العالم العربي وضيفنا فيها مجدي عبد الحميد بلال ولكن بعد هذا التقرير باستثناء تونس فأن الغموضة يحيط بالانتخابات التشريعية في عدد من الدول التي كانت على موعد مع هذا الاستحقاق العام الحالي فلبنان يرجع هذا الاستحقاق للمرة الثانية بحجج مختلفة أبرزها أن البلد يمر بأوضاع أمنية استثنائية وتوترات مذهبية لا تسمح بإجراء تلك الانتخابات حفاظا على السلم الأهلي ويجري الإرجاء في ظل استمرار تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والفراغ في سدة الرئاسة وكما لبنان كذلك في مصر الغموض يكتنف الانتخابات التشريعية المقررة هناك مع استمرار التأخر في إعلان موعد محدد لتلك الانتخابات وقد نص الدستور الجديد الذي جرت الموافقة عليه في يناير كانون الثاني الماضي على السير في الانتخابات الرئاسية على أن تليها انتخابات نيابية إلا أن أي تطور لم يسجل في هذا السياق وبقي مصير موعد إجراء الانتخابات مجهولا أما في اليمن فأن البلاد ما زالت تنتظر انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضعه بعد أن أرجئت المهلة المعطاة لها والتي كان يفترض أن تنتهي في الصيف الماضي على أن تسير البلاد في استفتاء على الدستور عند وضعه تليه انتخابات تشريعية إلا أن التطورات الحالية في اليمن زادت من ضبابية مصير هذا الاستحقاق نرحب فيك أستاذ مكدي عبد الحميد بلال وأنت رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مشاركة مجتمعية هي متناسقة مع عنوان هذه الفقرة الانتخابات النيابية حث المجتمع بأي اتجاه؟ حث المجتمع بأي اتجاه في مصر إحنا عندنا مشكلة حقيقية دلوقتي وهي أنه الناس فقد الثقة في حاجات كتير جدا فيما يتعلق بالعملية الانتخابية هي معلقة 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 ما إحناش هارفين ليه إمتى؟ إحنا المتتبع للشأن المصري الداخلي حيلاحظ أنه الانتخابات مش مؤلقة بتعبيرات محددة لكنها بأن عدد من الأشهر كل يوم نقول إيه الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده بكرة أصل ناقص ما عرفش إيه أصل بنكمل إيه أصل بنعمل إيه يعني أصدقوا أنه في حالة ضبابية يعني هو كل ما عرف حول الموضوع أن هناك انتخابات رئاسية تليها انتخابات نيابية بالزبط اللي حصل في مصر أنه يعني لو حددنا دول الانتخابات بشكل عام في أي مكان في الدنيا الانتخابات هي الآلية الوحيدة المتعرف عليها ديمقراطيا للانتقال السلمي للسلطة أو لتبادل السلطة بين القوة والأحزاب السياسية المختلفة ده الدور الوحيدة اللي بتقوم بيه أي عمليات انتخابية فلما نيجي في بلد زي مصر في الوقت الحالي في حالة من الارتباك في قوة سياسية غير مرغوب في وجودها هو طيارة الإسلام السياسي على رأسه الإخوان ما في وضع أمني أيضا وفي طبعا ده غير الوضع الأمني الوضع الأمني من الممكن أن يؤجل الانتخابات مرحليا يعني يقولوننا مثلا لمدة شهرين ثلاثة لكن الوضع الأخطر من الوضع الأمني هو أنه ليس معروفا بالزبط يعني عادة وانت دخل الانتخابات في تونس مثلا كان فيه حزبين كبار بيتنفسون ده تونس والنهضة تقريبا أنت عارفة الوزن النسبي لكل الحزبين وللطيارات السياسية الأخرى وبالتالي قدرى تقري نتائج الانتخابات قبل ما تحصل يعني مع تفاوتات بسيطة هلأ ندقق في ما تقوله مع تفاوتات بسيطة يعني تقدر تقولي النهضة والنداء النهضة كان ممكن يكسب زي مفاز بالفرق ده أو النهضة كان ممكن يتساوى معها كل دي كتا احتمالات قائمة في مصر المشكلة أنه مش عارفين بعد التغيرات الكتيرة اللي حصلت نقول إيه الاحتمالات القادمة وبالتالي السلطة السياسية ما هيش عارفة البرلمان اللي جاي ده حيعمل إيه فيها حيناوئ الرئاسة مش حيناوئ الرئاسة حيبقى متحالف معاها سعيدة أنت تأتي من تونس مع انتخابات انتخابات نظر العالم العربي كله إليا وربما أبعدنا العرم العربي بالتأكيد هناك تخبط كما ورد في التقرير في غالبية الدول العربية حول إجراء الانتخابات النيابية إرجاء في لبنان تعليق في مصر ضبابية في اليمن وفي ليبيا أيضا هناك مطالبة الآن بإجراء انتخابات هناك فرز وانقسام النموذج تونسي بضوء ما يجري في المنطقة كيف تم ولماذا برأيك نموذج تونسي في تونس تم بصفة سلمية على الأقل هذا الظاهر نعم ولكن ما الذي جعل هذا النموذج ينجح نموذج معناها هي نبالات المجتمع المدني نبالات النساء نبالات الأحزاب الديمقراطية وخاصة فشل الترويكر التي كانت تحكم على كل المستويات على مستوى التنمية الاقتصادية على المستوى المشاركة السياسية على مستوى تشريك كل فئات المجتمع نحن لا نتحدث عن نتائج ولكن نتحدث عن النجاح في تثبيت الألية الدستورية هي كتابة الدستور كانت مرحلة أولى بعد معاناة شعب التونسي حتى نصل إلى كتاب الدستور في سيغته النهائية كتاب الدستور أولا ثم أنه مجتمع مدني قوي ناشط ثم أنه كان فيه حوار وطني كان فيه إمكانية في إطار الحوار الوطني يعني كان هناك قناعة من الأطراف بالسير في الألية الدستورية يعني هناك قناعة شاملة قناعة حتى الأطراف إلا ثرت أني تقبل الحل السلمي لانتقال الديمقراطي منع تقول نضالات المجتمع المدني هل هناك حراك للمجتمع المدني في دول أخرى ولكن لم تستطع لا تستطيع هذا المجتمع أن يفرد ألية دستورية ثابتة في إطار ما وصفه بالتغيير السلمي للسلطة لأننا في مصر الوضع معقد وفي المجتمع المدني كمان في مصر إذا أخصنا اللي بيتكلم حوالين فكرة ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات واللي بيوجه انتقادات لممارسات السلطة إنها بتحاول تؤجل الانتخابات لأسباب عديدة منها زي اللي ذكرها الدكتور مجدي عدده قليل وبيهاجم وبيتم التشكيك في مواقفه وما بتتحشي ليه أي نوافذ بما فيها النوافذ الإعلامية إنه يعبر عن رأيه ويبقى وتزيد من فعالية تأثيره بأنه يصل للرأي العام وبالتالي فيه حصار لأي صوت معارض موجود ولكن هل يمكن المجتمع المدني كما تقول سعيدة أن يفرد ألية دستورية من بعد ما حصل تغيير في هذه الدول من ضمنها مصر؟ أأمنة لأن فكرة الإمكانية من عدمها مرتبطة بالفرص المتاحة لك إحنا المنظمات الحقوقية الآن بتتعرض لنوع من التضييق لكن كمان إذا تكلمنا على منظمات مجتمع مدني أخرى وتكلمنا على الأحزاب السياسية هنلاقي أن فيه طيار الديمقراطي والأحزاب السياسية خاصة اللي تشكلت بعد الثورة بتضغط على أن تجرى العملية الانتخابية العديد من القوى السياسية وكذا مبادرات سياسية وحركات سياسية بتطالب بأن تجرأ الانتخابات في موعد لكن كمان إحنا مطلبنا ما كانش بس فكرة إجراء الانتخابات لأن إحنا عندنا ملاحظات على القانون قانون الانتخابات اللي صدر نعم كمان قانون تقسيم الدوائر لم يصدر بعد الحاجة الثالثة المناخ السياسي اللي بتجرى فيه الانتخابات يعني إحنا مصرين ليه على الانتخابات مصرين على الانتخابات لأن إحنا بندافع عن آلية مهمة اللي هي في تأسيس العملية الديمقراطية هي آلية الانتخابات ما قصدك بالمناخ السياسية؟ المناخ السياسي يعني الوضع السياسي الآن إلى أي مدى هو محفز على أن تجرى انتخابات في عملية ديمقراطية أولا لا إحنا شايفين هجوم على منظمات المجتمع المدني تشويه لقوة ثورية وسياسية في وسائل الإعلام هجوم على الأحزاب السياسية فرض العديد من القوانين التي تؤدي إلى أو تمهد لفكرة أن والسلطة تتحدث عن عمليات إرهبيه ومحاولة تخربطها داخلية إحنا معا أن الدولة متفاهمين تماما وعايزين الدولة تلعب دور لمحاربة الإرهاب لكن هذا الدور يكون في إطار القانون هذا الدور ميجيش على حساب الحريات ولكن لا يؤخر الانتخابات لا يؤخر الانتخابات ولا يأتي على حقوق أساسية أخرى يعني منها الحريات العامة منها حرية المجتمع المدني لأننا ما نتكلمش على انتخابات منزوعة من السياق إننا نتكلم على انتخابات لازم تجرى في ظل نظام سياسي يسعى بالفعل لتأسيس دولة الديمقراطية نعم وردة في اليمن هناك دستور يجب أن يجري استفتاء عليه ومن ثم تسير البلاد نحو انتخابات وأنت حدثتين منذ قليل أن في الجنوب وأنت تأتي من الجنوب في الجنوب هناك مطالبة بالانفصال يعني الدستور يتحدث عن فدرالية ولكن التطورات على الأرض ذهبت بالبلاد إلى منحة آخر يعني أصبح البحث بالدستور وكأنه قضية غير مناسبة مجدية اللي حصل الآن في الساحة لخصوص الانتخابات موضوع الانتخابات تم تصدرها في بخراجات الحوار الوطني ولكن فيما يلي الاستفتاء على الدستور الجديد الدستور الجديد لم يظهر على الساحة إلى الآن كان هناك مهلة وجرة تأثيرها ما هي المهلة الجديدة الآن؟ ولجنة سياغة الدستور إلى الآن لم تنقز مهامها علشان يتم الاستفتاء على الدستور وبالتالي يتم الاستفتاء على الدستور وبعد كده يتم الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية كانت مدة الانتخابات الرئاسية إلى مطلع هذا العام ويتم انتخابات جديدة لرئيس عبد الربو منصر أو غيره من المرشحين الجدد إلا أنه لم يتم هذا بتاتا بسبب التطورات السياسية على الساحة سواء كان جنوبا أو شمالا بالجنوب مطالبات وتعددة وهل هذا مقلق بالنسبة لك أم أنك بما أنك تأتي من الجنوب تفضلين أن يجري تثبيت الوقائع الجديدة على الأرض الحراك الجنوبي يريد الانفصال الحوتيين لديهم مطالب أكيد تثبيت ما يحدث على الساحة وتثبيت الواقع وأؤكد على أنه ما تم طرحه الآن في ساحات الاعتصام ليس بجديد في الجنوب إنما الجنوب يطالب باستعادة دولتهم من 2007 من خلال التحركات السلمية وإنما ما تم الآن إبرازه على الشارع من الحوتي هو استخدام العنف الذي برزت فيها قضية الشماليين وأظهرت فيها كذلك قضية المعتصمين الجنوبين الذي طلبوا باستعادة دولتهم بطريقة سلمية نعم سعيدة تحدثت مونة وتحدث أستاذ مكدي عن السبب الأمن ولكن ليس بشكل رئيسي في تأخير الانتخابات النيابية هل برأيك هذا يبرر؟ هو ليس مبرر كيفي على أساس أنه إذا كان فيه جدية يمكن يكون الانتخابات الشفافة وديمقراطية مخرج للعنف الموجود والمشكل الأمني الموجود ولبناء دولة ملتف شعب حولها يمكنها مقاومة العنف هذه بالنسبة لنا مثلا أحنا وقت لنا نحكيه على نجاح الانتخابات فيها أنه الانقلاب على حكم الإخوان في مصر كان عنده دور كبير للتأثير على المسار في تونس على المسار الديمقراطي في تونس على جزء أنه حكام تونس الإسلاميين اللي هم جزء من الحركة الإخوانية أخذوا الدرس على أن القوة ليس يمكن تنادي للقوة ولكن وصفتيه بالانقلاب ليس في سياق مصر دستوري أنا ببعث كريم نعم ولكن أثر بشكل إيجابي على تونس على الضعف هزيمة الإخوان وضعفهم في المنطقة ثم فيه تغيرات أخرى على المستوى ضعف الحركات الإسلامية حتى إلا صار في سوريا متأخر كضرب الحركات ضرب داعش من طرف التحالف يعني تونس تأثرت إيجابا بما يجري في مصر ولكن لم تتأثر بها أيدا وله إيجابا بالمقابل تأثرت إيجابا فيه خوف من المسائلات في البلدان الأخرى ثم كما قلت يعني خاتل الحركة الإسلامية في تونس كانت مستقوية بعض الشيء بحركة الإخوان المسلمين بحكم الإخوان المسلمين أيمنى يعني معلش أنا بختلف شوية مع مصطرح إن ما حصل في 30 يونيو هو انقلاب عسكري وإلا إذا قلنا كده يبقى أنا بستبعد الحركة الجماهير والشعب اللي حصلت أنا كنت من ضمن الناس اللي نزدت في 30 يونيو وخرجت من مناطق متعددة وغيرنا كتير لأ كان في حركة شعبية لأن ما صنعوا الإخوان خلال عام يكفي أن الناس تخرج بالملايين لرفضه وبالتالي ما حدث في 30 يونيو كانت مظاهرات شعبية بالأساس وخرجت بالملايين بالفعل رأي الأخوان أنه في رئيس منتخب وضع بالسجن ولكن لم يجري أقصاء بالتلقى دستورية لا في رئيس منتخب بس كمان في حراق شعبي حاصل لا في حركة شعبية حصلت والناس لما خرجت خرجت برضو هي بتستخدم آلية دستورية وآلية بتنص عليها لتفاة الدولية وهي حق الناس في حرية الرأي والتعبير وحقهم في التظاهر السلم فالناس أيضا خرجت بقالية ديمقراطية لما خرجنا في المظاهرات بالملايين ولحد خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها أعتقد كانت محل أيضا إجماع شعبي وإجماع من القوى السياسية في حكومة بتتشكل كان فيها البرادع وكان فيها الدكتور حزم الببلاوي وكذا ما حدث بعد ذلك الدعم الجيش أو مسندته لحركة الشعب أو عدم عداءه لهذه الحركة نفسر أسبابه إيه لكن ويكون لنا بعد كده نقض على أداءات ما حصلت في الوضع السياسي وحصل بعد كده خلينا نبقى في موضوع الانتخابات بس لا نفسر بالموضوع لأن حصل ما بعد كده ممكن يكون خلافات على إدارة بقى شؤون البلاد وعلى هذا التحالف الضمن اللي هو تحالف 30 يونيو حصل فيه خلاف في طريق إدارة البلاد لكن 30 يونيو حركة شعبية بالأساس يعني أنت أستاذ مكدي أعطيت مثل تونس عندما قلت أنه ربما الوضع في تونس هناك تنافس بين حزبين كبيرين وفي ضبابية بالنسبة للأحزاب في مصر لا خلينا أقولك هي مش مسألة ضبابية هي مسألة أنه بس يعني بداية ملحوظة سريعة فيما يتعلق بمفهوم الثورة والانقلاب يعني أنا أعتقد أن دي قضية كبرى مصارع على مستوى العالم كل ما حدث في مصر فأنا مش قلق من ده لكننا بأؤكد ولكن هي عملة ملحوظة صغيرة لكنها ملحوظة يجب أن تمر مرور الكرام ردت عليها فهو في تأكيد إلى أن ما حدث في مصر 30 يونيو هو ثورة وحراك شعبي بنسبة 100% تم دعمه بعد كده من القوات المسلحة أهل المسلحة عدم الخوط في الانتخابات خلينا نقول بشكل واضح حل بسبب الخوف من عودة الإخوان إلى المجلس النيابي أو لعدم وجود صيغة لإخراجهم أو إخصانهم من الانتخابات بزعب تقلينا أقولك مش عدم وجود صيغة طبعا أنا أنا كمواطن من ناحية سياسية هو بس التعبيرات استخدامها أخيانا أنا عايز أقصيهم بس مش عايز أقصيهم بأساليب لا ديمقراطية أنا عايز أنا مش عايز الإخوان ينجحوا في الانتخابات بس مش عايزهم مش مع وأعتقد التوانسة لنفس الوضع ما كانوش عايزين حزب النهضة ينجح لكن الفكرة أنه إزاي إحنا عندنا في مصر الوضع بعد 30 ستة اختلف تماما بحيث أنه أصبح عندي قوة الإخوان المسلمين التي تم إزاحتها بالكامل من المشهد السياسي وظهور أطراف أخرى مرة أخرى بما في ذلك عودة بقايا نظام مبارك مرة أخرى إلى الملعب السياسي وعاده بالمناسبة عاده بقوة الموجود حاليا النظام السياسي الموجود حاليا برئاسة المشيرة الفتاح السيسي حصلت إشكالية هو اتورد فيها وهي أننا عندنا دستور لأول مرة في تاريخ مصر يعطي البرلمان سلطات واسعة نسبيا ويحجم من سلطات رئيس الدولة إذن أصبح للبرلمان أهمية كان زمانة برلمان عندنا بيوبصم يعني رئيس الجمهورية يقول برلمان يقول أمين وخلاص النهاردة الوضع اختلف نسبيا ماذا لو أنه بعض قوة المعارضة الإسلامية بشكل أهم زي الإخوان المسلمين اللي ممكن يتحلفوا مرة أخرى مع حزب النور السلفي لو حصل طيار الإسلام السياسي كله في مصر على الثلث المعطل أصبح عندي كرسة في طبيعة النظام السياسي وسيروريته في المرحلة القادمة سعيدة كان عندك تعليق أنا بالنسبة للتوضيح بالنسبة للمسار في مصر أحنا لا ننكر أنه هناك فشل على كل المستويات للإخوان المسلمين اللي حكم بالكوارث اللي وقعت في مصر وأنه فيه إجماع نشق الإجماع ولكن أغلبية الشعب المصري قامت بتظاهرات ضد طيار هذه ولكن فيه فئة مع الأخوان يعني كبيرة جدا في مصر فيه عنده جماعت وعنده ولكن اللي صار في مصر كان بالنسبة لي كان كنسوية ديمقراطية كان كارثة على أنه وقع ضرب الحريات وقع الفساد زاد أو فيه إجماع من الشعب المصري على ضرورة إزاحة أنا فقط أقول أنه الانتقال الديمقراطي يقع عبر الانتقال يعني سعيدة كلمة إجماع قد لا تكون دقيقة الآن انتخبوا هم انتخبوا ولكن ولكن هذا ليس موضوعنا نحن نتحدث عن الانتخابات وأعطيتينا زاوية في تبادل الإيجابيات بمعنى التأثيرات وردة عندك أنت تتطلعين عندما نزلت إلى الشارع للمطالبة بالتغيير هل هذه اليمن التي كنت تطمحين إليها؟ لا طبعا ومنفس الوقت كل الفئات والتحركات السياسية الكل يناشد بيمن مدني حديث الكل حتى اللي يحامل السلاح وينزل ويقتل زميله يطارب بدولة مدنية حديثة أصبحت الشماعة الدولة المدنية الحديثة أصبحت شماعة كل الفرقاء السياسيين أنا بس عايز أقول أنه في مفهوم الانتخابات في قضية همه جدا أنا برايب الانتخابات من أكثر من عشر شميل عندنا إشكالية في فهم العملية الانتخابية وهي أن الانتخابات هي نتائج صندوق الانتخابي فإذا كانت الانتخابات هي نتائج صندوق الانتخابي يتم حصر الموضوع في اليوم الانتخابي العملية الديموقراطية أو الانتخابات ليست اليوم الانتخابي وليست نتائج الصندوق بالمعنى المباشر المبسط للكلمة العملية الانتخابية عملية كبيرة تبدأ قبل الانتخابات بسنوات وتصل إلى يوم الانتخابي مروراً يعني عندنا حاجة اسمها المال السياسي في المنطقة العربية والمال السياسي في مصر تحديد وترحت أيضا في دونس موضوع المال السياسي لا عندنا في مصر حدث ولا حرج المال السياسي يحصل سنستضيفك عندما تجري الانتخابات في مصر لنتحدث عنه رقبتك إلا والمال السياسي الدورة ياريت بس اللي أنا عايزة أقوله أريد أن أسأل منا بس تعقيبا على كلامك هي جملة أخيرة أنه التلاعب بأنه أصلي كان عندنا نتائج انتخابات أنا رأيي أن نتائج الانتخابات اللي هي نجحة بها الأخ محمد مرسي هي نتائج مشكوك فيها كثيرا لأسباب كثيرة فالموضوع هنا هوت الموضوع هنا إذا كانت أوروبا وأمريكا لهم مقارب في وجود الإخوان فهذه قضية أخرى ننظر إلى المستقبل لا نريد أن نبقى في الماضي أستاذ مكدي نحن نتحدث عن نتائج الانتخابات ولكن عددنا الدول التي فيها تعثر انتخابي وهي دول شهدت حراك يعني وكأنه التغيير توقف لا يعني أنا في رأيي أن التغيير ما توقفش لكن التغيير تعصر أنت بقى لو عندك دولة عايزة تعمل بالفعل تحول ديمقراطي حقيقي وعايزة تبقى أحد ألياته العملية الانتخابية مش هي الألية الوحيدة أن الناس يتم حجدها تحت دعوة مرة قولوا نعم للاستفتاء على الدستورة عشان تدخل للجنة ومرة قول نعم لدستورك عشان الإرهاب لا أنت بتخرج من خارج هذه الاستقطابات اللي بتأثر على صناعة القرار بالمناسبة يعني كتير من أعطوا مرسي يعني إذا كنا بنتكلم على حولة الصندوق عندنا قطاع كده اسمه عصير اللمون ده طيار سياسي كان موجود في مصر اسمه عصير اللمون اللي هما قدوا لمرسي هما مش عايزين يدوله نتيجة أن اللحظة السياسية المعينة خلاص أفرزت شفيق بما يمثله أنه رمز للنظام السابق ومرسي وبالتالي يعني عايز أقول حقيقي أن لازم نفكر في العملية الانتخابية ونفكر في عملية التغيير وإحنا بنبص لكل هذه الاعتبارات والعوامل نعم أنا موافقة على أن الحراك الشعبي في البلدان العربية كان الانتلاق متاعه مطالب واضحة وجلية ما فيه ولا شعار ديني مثلا في تونس وفي الدول العربية الكل كان هي الكرامة الحرية العدالة الاجتماعية والمساوات ولكن وإن موافق الأخ وقت يقول أنه حتى في الانتخابات الأولى في تونس وحتى في الانتخابات الحالية في تونس وقع فيه تم برامج دول العظمة برامج للدول العربية ومساندتها رسمية للحركات الإسلامية ما كانت تلقائيا الانتخاب وكان فيه مال سياسي وكانت فيه ضغوطات خارجية حتى يطلع خطر ما هي صدفة أنه في الدول العربية لكل الحركات الاجتماعية الشعبية المطالبة بشعارة هذه تفرز حركات إسلامية منهضة للحريات منهضة للكرامة ومنهضة للعدالة الاجتماعية سعيدة مشاهدي ومستمعي بي بي سي ارسلوا لنا تعليقاتكم على عنواننا على فيسبوك الذي يظهر أمامكم على الشاشة بي بي سي دنيانا وعلى حسابنا على تويتر أيضا بي بي سي دنيانا وقد وردتنا العديد من التعليقات على القضايا التي طرحناها في الحلقة السابقة حول مقاطعة الانتخابات وهو تقريبا يعني يأتي مكمل للموضوع الذي نطرحه اليوم على خلفية إعلان المعارضة البحرينية المقاطعة فقال جواد هادي الباوي من العراق إن المقاطعة سلبية في حين قال أبو سيجاد الأكيلي إنه ضد المشاركة لأن السلطة في البحرين لم تتصالح مع المعارضة أما أبو سلام الدراجي من مصر فعلق على موضوع التعذيب بسجون والذي كان أحد القضايا التي طرحناها في الحلقة السابقة بالقول إن كل الدول العربية تستخدم التعذيب في السجون من الشرق إلى الغرب ننتقل إلى موضوعنا الآخر حول تراجع الخدمات في العالم العربي ونشكر الأستاذ مكدي عبد الحميد بلال من مصر على مشاركتنا في طرح موضوع الانتخابات وتشعباته شكرا باتت الأساسيات بمثابة كمليات بالنسبة إلى المواطن العربي فالكهرباء في دول عربية عدة أمنية الحصول عليها أقرب إلى الرجاء حتى أصبح مجيئها مدعاة للاحتفال مشهد اليمن هذا يصح في أكثر من دولة يصح في لبنان الذي يعاني من نقص في الطاقة تجعل ساعات التقنين تصل إلى 20 ساعة يوميا في أحيان كثيرة فيلجأ الناس إلى المولدات الخاصة التي تضاعف التلوث ويصح مشهد اليمن ولبنان أيضا على مصر في مواسم عدة وكذلك العراق نهيك عن الدول التي تشهد اضطرابات داخلية مثل ليبيا وسوريا أما المياه فحدث ولا حرج مقطاعات متتالية وتلوث يجعل المياه غير صالحة للشرب وتصل حدود الأزمة في بعض الدول إلى حد مواجهة أزمة عطج كما هو الحال في لبنان واليمن أما الغريب في الموضوع أن الأزمات تتفاقم من دون أن تجد لها حلا حتى في بعض الدول التي تعتبر نوعا ما مستقرة والتي تعاني من سوء الخدمات نرحب بهذه الفقرة بالخبير في قضايا الطاقة وليد غيدي أهلا وسهلا فيك مرحبا فيك ومرحبا بالكاربة لأنه قد نكون على المولد الآن يعني مثل ما ورد في التقرير أنه أصبحت الخدمات في بعض الدول للتندر وبدل ما نعمل أغاني زجل وغزل وتغنب الأوطان مثل ما كنا نعمل أصبحنا نلحن أغاني للاحتفاء بتلك الخدمات التي باتت كماليات وليست أساسيات صحيح الحقيقة أنه المنطقة العربية كلها بتعاني من تردي الخدمات والخدمات أكيد بموضوع الكهرباء تلفت النظر أكثر والتردي هذا يعني إضافة للذكر بالتقرير حتى طال دول اللي كانت تعتبر دول رائدة بجمال الخدمات يعني مثلا على سبيل المثال تونس الشركة التونسية الكهرباء والغاز كانت تعتبر رائدة هذه السنة صارت عندهم انقطاع عام بآخر شهر قيب حتى في الدول التي تعتبر دول نفطية غنية في انقطاع في السعودية في انقطاع في الكوين هلأ في الملتقى الاقتصادي العالمي وضع تقرير عن عامي 2012-2013 عن التنفسية وكان في عنده موضوع البنية التحتية والمؤسسات وصلنا في الدول الغريب أنه الدول العربية يعني كانت ده مش بالطليع يعني بالسلسناء مثلا قطر اللي كانت العاشرة مبينة واربعة واربعين دولة ودول الخليج العربية اللي كانت بالعشرينات يعني في الأردن والمغرب كانوا ضمن الستين الأول ولكن الدول الأخرى كانت ضمن الستين الإخريين يعني حتى أنه لبنان يحتل المرتبة بمية واربعين ما الغريب بالموضوع لأنه ليس هناك من كهرباء في لبنان ولا يس هناك من ماء في لبنان في مؤشرات غير موضوع وجود أو غياب في مؤشرات الخدمات في اليمن أستاذ وليد تصل يصل الانقطاع إلى عشرين ساعة في اليوم باليمن أكتر من هيك باليمن في 50% ما عندهم خدمات كهرباء يعني الشبكة الكهربائية مش واصلة 50% من السكان بالتالي هالموضوع موضوع عام مدن بتعملها بدون كهرباء صحيح الموضوع موضوع عام هالتردي هيدا يعني أنا برأي هالتردي هيدا ظهر أكتر وازدد أكتر بسنوات الأخيرة لسبب أساسي اللي هو الفساد السياسي سنتحدث تفصيلا ولكن أستمع إلى وردة يعني ليس هناك من كهرباء 50% لا تصل الكهرباء إليهم والآن هناك تراجع في هذه الخدمة إلى درجة أن الناس نزلت إلى الشارع للمطالبة بتحسين الخدمات نعم تزداد هذه المشكلة بالذات في فصل الصيف تزداد كثافة انقطاعات الكهرباء والمياه في فصل الصيف بسبب الاستخدامات الكبيرة للطاقة هناك بعض المناطق اللي في الأطراف لا توجد فيها طاقة نهائيا ولا امتدادات للكهرباء ولا حتى مشاريع لامتداد الكهرباء للوصول للمواطنين في صنعاء مثلا تنقطع الكهرباء 20 ساعة 15 ساعة أوقات طويلة فلقى معظم المواطنين إلى البدائل أما في الجنوب في الجنوب كانت عندنا متواجدة المحطات القوية جدا والتي إلى الآن يتم استخدامها وكمان تمتد لبعض المناطق الشمالية ولكن كثرة الاستهلاك لأكثر من 20 سنة بدون صيانة بدون توفير الكادر بدون توفير الاحتياجات المادية أكيد بتسبب لها وكمان الأمن هناك تخريب للشبكة أيوة تخريب للشبكة هناك في اليمن أكثر من 64 عملية استهدفت شبكات النقل نعم عملية تخريب والإصرار السياسي على تكوين محطات في نفس المنطقة اللي يتم فيها الانقطاع واللي فيها مليشيات تعمل على تخريب المحطات مونة برأيك هل هو بدأ استيز وليد التحدث عن موضوع يعني هل هو فساد هل هو ماذا طبعا تظاهر الخدمات وأيضا في مصر بشكل حد في الدنة العربية وفي مصر هو تظاهر كاشف لسوء السياسات الاقتصادية والاجتماعية تظاهر كاشف لانحيازات الدولة لأن للأسف الشديد المداري الآن أكثر من تظاهر الخدمات هما الفقراء وهما القطاع الأكبر في بلدنا يعني حتى عملية الانقطاع عندنا في مصر مثلا بيتحملها أكتر سكان الريف والصعيد وسكان الكرة معدلات انقطاع الكهرباء بتصل عندهم معدلات أعلى لتمن ساعات وتسع ساعات في اليوم لدرجة أني وبعض المناطق الشعبية والعشوائية وكذا لدرجة أني بقت الناس بتتنضر يعني بأنها بترجع صور ممكن كلكم شفتم لومة الجاز بتاعة زمان الناس بقت تتصور بيها في مصر على اعتبار أننا رجعنا تاني لأيام استخدام لومة الجاز وهناك دي يوكلب حول الكهرباء احنا مشكلتنا في مصر كمان مشكلة مرتبطة بموضوع الطاقة لأن احنا عندنا 65% من عملية توليد الكهرباء معتمدة على الغاز الطبيعي وبالتالي أزمة الطاقة اللي دخلت فيها مصر من 2006 بتأثر إلى حد كبير طبعا على موضوع الطاقة لأن دي نسبة كبيرة 65% من الطاقة لما تكون بتعتمد على المصدر الغاز الطبيعي ولكن أيضا في تلوث مياه تلوث كبير في المياه توافر للمياه النظيفة العديد من الكرة في مختلف المحافظات يعني عندك مثلا زي الدأهلية تقريبا 17% من الكرة تقريبا في الدأهلية لا يوجد لديها مياه نظيفة وأيضا في كل المحافظات بقى المينيا وسهاج والغرباء يعني الدلتا والصعيد في العاصمة نتيجة أني في عمليات التخطيط في عمليات الإسكان للأسف الشديد كانوا بيسمحوا مباني يتم إنشاءها وهي عالية ويستخدموا حاجة عندنا في ما اسمها مواتير المياه فيحصل شفط لمواتير المياه دي فتشفط المياه فتحرم المناطق الأخرى يعني حتى مصر على خط الفقر المائي يعني هو ألف متر مكعب هلأ بتصحيح لنا أستاذ وليد للفرد في حين حصت الفرد في مصر من الماء هو 700 بس هو فيه توضيح كمان صغير لأن موضوع مرتبط بالصرف الصحي لأن احنا للأسف الشديد فيه برضو أيضا الكسير من الكرة محرومة من الصرف الصحي وبالتالي ترتب عليه العديد من الأمراض أمراض الكولة بقى والعديد من الأمراض فعندنا المشكلتين دول المياه النظيفة وأيضا العديد من الكرة محرومة من فكرة وجود الصرف الصحي يعني عندما نتحدث عن تلوث المياه نتحدث أيضا عن تلوث في الزراعة عن نقص ونتحدث عن تقنين في الكهرباء عن تأثر الصناعة وانخفاض النسب وهذا موضوع يعني عام تحدثنا عن اليمن أشرت أستاذ وليد إلى تونس هناك أيضا انعدام للخدمات في العراق في العديد من المدن في لبنان هناك رغم مرور 24 عام على انتهاء الحرب لبنان ليس فيه خدمات بالعكس يعاني من انقطاع دائم في الكهرباء في تونس ربما أشار إلى أن حصل انقطاع في الكهرباء ولكن المشكلة الأكبر قد تكون في المياه وتلوثها المياه وتلوث وعدم إيصال الماء السلح الشرع في بعض المناطق الداخلية واللي يعاني منه السكان واللي زايدت خاصة في الفترة الأخيرة من بعد دربعة الجرام فيه تزايد الأمراض الجلدية ومراض بصفير بالمئات وانعكساته على وفيه احتجاجات واضربات واعتصامات على خلفية تلوث المياه وتلوث الموحيد بشفة عامة والبحار أيضا تلوث التسريبات نعم أستاذ وليد يعني بدأت بالحديث وقلنا سنعود إليه هل هو شكل أشكال الفساد يعني حق من حقوق المواطن أن يحصل على مياه صالحة للشرب وأن يحصل على طاقة متواصلة وخاصة أنه يدفع ثمنها وليست منا من أحد هو بالتأكيد الفساد مثل ما كنت عم بقول الفساد السياسي بيؤدي لفساد إيدي اللي بيغزي الفساد السياسي الشيء هيدا بيؤدي لغياب المسائل والمحاسبة وبالطبع الأجهزة المهتمة بالخدمات بدولنا هي مبدئيا أجهزة حكومية مترهلة إذا غابت المسائل والمحاسبة مبدئيا رح يصير في أضرار كبيرة عم بزيد على هالشي موضوع سياسة الدعم يعني أنا برأي سياسة الدعم عم بكون نوع من الرشوة الرشوة السياسية أي معنى سياسة الدعم؟ يعني بمعظم دولنا الخدمات مدعومة يعني مثلا في أرقام عالمية بتقول 50% من وزينة دعم أسعار المحروقات بالعالم موجودة بدولنا يعني دولنا بتدعم ما بين 25% و 25% أسعار المحروقات باستثناء المغرب مثلا وتونس اللي الدعم قليل ولكن الدول الأخرى تقريبا توزع بالمجان تقريبا توزع هالسياسة الدعم ليه برأيي أنا بتأدي لتردي الخدمات الآن هو بسيط أنه الجهاز المسؤول عن الموضوع عنده توزن مالي توزن مالي عم بيقدر يغطيه من موزنة الدولة يعني هيدا فكرة بالاتجاه والخصص الكاملة ولكن سؤال هو كيف تحول هذا الموضوع إلى حق من حقوق الإنسان يعني بات صحيح هو حق ولكن هيدا بالنتيجة هيدا السلعة وكل سلعة إلى سمن هلأ فيه تعرفة اجتماعية يعني فيه سياسة اجتماعية بتكون متكاملة توضع تعرفة اجتماعية لفئات اللي هي فعلا مغبونة ومسحوقة اجتماعيا ولكن لو يمكن تعميم الدعم على الجميع يعني أنا أعطيكي أرقام فيه بمصر صار فيه دراسة عن الدعم أنا ما بدي أطلع بالموضوع كتير لأقول أنه اللي بيستفيد من الدعم هو الفئات الغنية أكثر من الفئات الاجتماعية دعم يذهب من أمام تحسين الخدمات صحيح ولكن ليس هذا رأي قاطع بمعنى تحسين الخدمات في لبنان مضى 24 عام على انتهاء الحرب الأهلية ولم يستطع لبنان أن يؤمن طاقة على الأقل 20 ساعة في اليوم لسبب بسيط لأنه عدم وجود الدواء من زون المالي بكهرباء لبنان عم بيخلي أنه الكهرباء لبنان المنطرة تيخد من الدولة والدولة إذا ما عندها إمكانيات بتحاول أنه تأنن غابة أعمال الصيانة أعمال التشغيل يعني فيه أعمال كتير يحاول يأمن وفر أو أن الغائب الأساسي هو خطة التأهيل وخطة الإصلاح لهذه الكتعات هالخطة متكاملة وليس متعلقة بمؤسسة لا يوجد خطات جزئية يعني دائما الخطة بتكون متكاملة وهذا غائب ولكن بمصر مثلا نحن نتحدث عن حق من حقوق الإنسان بمصر أيضا نزلت الناس إلى الشارع للمطالع بهذه الخدمات وقلت أن كل خدمة لها ثمن المواطن العربي يدفع ثمن هذه الخدمات غير دقيق أنه يدفع ثمن الخدمة لا في أرقام يدفع ثمن حرمانه من الخدمة هو يدفع ضرائب يعني إحنا عندنا في مصر فيه مفرقة يعني أن ما يقرب على 70% من المنتظمين في الضرائب هم الموظفين في الدولة وبالتالي هي الشرائح المختلفة من الطبقة الوسطة وبالتالي مصدر أساسي من فكرة تزديد الضرائب اللي هي بتشكل عامل مهم جدا في موضوع الموازنة بتاعت الدولة بتتفحها الطبقات الوسطى والفقير لكن أين يذهب هذا الدعم؟ يعني على سبيل المثال دعم الطاقة نسبة كبيرة من دعم الطاقة عندنا في مصر بشكل عام بيروح للقطاعات الصناعية واللقسمالية يعني للمصانع وكذا يعني أنت تقولين أنه ولا تردي الخدمات فساد؟ فساد بس كمان فيه نقطة تانية اللي أنا عايز أكلم حظيك فيها اللي حقيقة أشارتي لها هي فكرة غياب سياسات واضحة لدى الدولة لتحسين الخدمات في مصر يعني على سبيل المثال مثلا أن الرئيس مرسي اختزل كل أزمة الطاقة في مصر وانقطاع الكهرباء اللي كان بيتم بمعدلات عالية أن هناك موظف أو عامل من فلول الحزب الوطني ماسك سكنة الكهرباء وبيقطع سكنة الكهرباء على المواطنين علشان يشوه الإخوان في مقابل 50 جنيه بهذه الطريقة الساخرة في خطاب سياسي للرئيس الجمهورية بيتكلم على مشكلة الطاقة ولما جات الحكومات التالية يعني الإخوان والحكومة الحالية بتتكلم على إحنا محتاجين مليارات علشان نصلح الطاقة بدون ما يبقى فيه إعلان عن خطة واضحة يقولون ما هي الأزمة وإيه هي المشكلة وإيه هي سبابها وإيه طرق الحل وردة يعني في اليمن هناك غيب كامل لأنه الآن الاهتمام هو أمن يعني نحن نتحدث عن دول فيها حكومات لم تستطع أن تصلح هذا القطاع ودول تغرق في أزمات أيضا عاجزة عن الاهتمام بهذه القطاعات ربما عاجزة عن وصول إليها أمنيا عندنا في اليمن الدولة غائبة عن مرافق الحكومة الأساسية لتقدم الخدمات الأساسية للمواطن فالمواطن عايش المعاناة وعنده أمل في إرادة سياسية حقيقية تخرج لتوفير هذه الخدمات الخدمات الغائبة ليست كهرباء وماء فقط وإنما صحة وتعليم وخدمات اجتمائية مختلفة اليمن تغرق في ظلام وجهل اليمن تغرق في فقدان للحرية فقدان حتى للكرامة الإنسانية والحياة أننا أعيش سعيد أو أعيش بأمان في شارعي هناك اختطافات واغتصابات وأشكال كبيرة 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 للعنف وإنتهاك حقوق الإنسان يعني ورد عطيتنا عناوين لحلقات مقبلة ولكن كان عندك تعليق شعرت أن تريدين أن تقولي شعب؟ نقول أن شعب الشعوب العربية تدفع ثمن الخدمات هذه من ضير ربها أنتم نحن في تونس 80% من مداخل الدولة من الضرائب تلقى على عاتق الموظفين ولكن فيه سوء تسرف فيه فساد مالي فيه عدم موضوح الرؤية فيه عدم جدية فيه الاختيرات الاقتصادية على أساس أنه لا يدفع الضرائب فيه تهريد فيه غروب بين الضرائب معناها الأغنياء ما يدفعوش الضرائب فيه حيالات للسلطة الحكمة هي التنحزم صاحب المال هي خيالات ليست لشعوب تيسر له القوانين وتيسر له الدعم وتيسر له التدامات على حساب الفقراء والطبقة المستخدمة وفي الإملئات الخارجية كسندوق النقد الدولي وكلها تنادي برفع الدعم نحن كارثة إذا كنت رفع الدعم على الفئات نينكسات وتتساقع سنتحدث عن رفع الدعم في حلقة لاحقة ولكن نشكرك أستاذ وليد غيدي للمشاركة معنا في هذه الحلقة حول انعدام الخدمات وسوء الخدمات في العديد من الدول شكرا سعيدة راشد من تونس وأنت رئيسة جمعية في تونس جمعية نسوية تناظل من أجل الحقوق الإنسانية للنساء ومن أجل الديمقراطية مونة عزة من مصر شكرا لمشاركتك معنا ووردة بن صميت من اليمن مشكرك أيضا ونكرر مشاهدي ومستمعي بي بي سي بأن ترسلوا لنا تعليقاتكم وملاحظاتكم واكتراحاتكم على عنواننا على فيسبوك وحسابنا على تويتر الذين يظهران أمامكم على الشاشة وإلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج دنيانا اشتركوا في القناة